بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فتح ابن يزيد الجرجاني أنه قال لقيت الإمام الرضا عليه السلام عند منصرفي عن مكة إلى فراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته يقول من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاق فتلطفت في الوصول إليه ووصلت فسلمت فرد علي السلام ثم قال عليه السلام يا فتح من أرضى الخالق لم يبالي بسخط المخلوق ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلط عليه سخط المخلوق وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحده والأبصار عن الإحاطة به جل عما وصفه الواسفون وتعالى عما ينعته الناعتون نآ في قربه وقرب في نأيه فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد كيف الكيف فلا يقال له كيف وأيّن الأيناء فلا يقال له أين إذ هو مبدع الكيفوفية والأينونية يا فتح كل جسم مغذى بغذاء إلا الخالق الرازق فإنه جسم الأجسام وهو ليس بجسم ولا صورة لم يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص مبرأ من ذات ما ركب في ذات من جسم وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منشئ الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور لو كان كما تقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا الرازق من المرزوق ولا المنشئ من المنشأ لكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وشيئه وبينه إذ كان لا يشبهه شيء قال فتح قلت فالله واحد والإنسان واحد فليس قد تشابهت الوحدانية قال عليه السلام أحل تثبتك الله إنما التشبيه في المعاني وأما في الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس بإثنين والإنسان نفسه ليس بواحد لأن أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة غير واحدة وهو أجزاء مجزاً ليس سواء دمه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره وسواده غير بياضه وكذلك سائر جميع الخلق فالإنسان واحد في الإسم لا واحد في المعنى والله جل جلاله واحد لا واحد غيره ولا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف فمن أجزاء مختلفة وجواهر شتاء غير أنه بالاجتماع شيء واحد قال فتح قلت فقولك اللطيف فاستره لي فإني أعلم أن لطفه خلاف لطف غيره للفصل غير أني أحب أن تشرح لي فقال عليه السلام يا فتح إنما قلت اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف وفي الخلق اللطيف من أجسام الحيوان من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهما مما لا يكاد تستبينه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى والمولود من القديم فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه لاستفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه مما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما تفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياضا مع حمرة علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء قال فتح قلت جعلت في ذاك وغير الخالق الجليل خالق قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين فقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين منهم عيسى خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائرا بإذن الله والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خوار قال فتح قلت إن عيسى خلق من الطين طيرا دليلا على نبوته والسامري خلق نبوته والسامري خلق عجلا جسدا لنقض نبوة موسى وشاء الله أن يكون ذلك كذلك إن هذا لهو العجب فقال عليه السلام ويحك يا فتح إن لله إرادتين ومشيتين إرادة حتم وإرادة عزم ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك ولو لم يشاء لم يأكلا ولو أكلا لغلبت مشيتهما مشيت الله وأمر إبراهيما بذبح ابنه إسماعيل وشاء ألا يضحه ولو لم يشاء ألا يضحه لغلبت مشيته إبراهيما مشيت الله عز وجل قال فتح قلت فرجت عني فرج الله عنك غير أنك قلت السميع البصير سميع بأذن وبصير بالعين فقال عليه السلام إنه يسمع بما يبسر ويرى بما يسمع بصير لا بعين مثل عين المخلوقين وسميع لا بمثل سمع السامعين لكن لما لا تخفى عليه خافية من أثر الذرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى والبحار قلنا بصير لا بمثل عين المخلوقين وسميع بما لم تشتبه عليه ضروب اللغات ولم يشغله سمع عن سمع قلنا سميع لا بمثل السامعين قال فتح قلت جعلت في ذاك قد بقيت مسألة قال عليه السلام هاتي لله أبوك قال فتح قلت يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون قال عليه السلام ويحك إن مسائلك لصعبة أما سمعت الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله ولعلى بعضهم على بعض وقال يحكي قول أهل النار أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون قال فتح فقمت لأقبل يده ورجله فأدنى رأسه فقبلت وجهه ورأسه فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبينت من الخير والحظ ترجمة نانسي قنقر